أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا هل هي يوم الأحد تسعة أيار القمر ما زال موجود في برج الحمل لغاية ساعات المساء طبعا ما رح نذكرها لأنه المساء متأخر فحلقة بكرة إن شاء الله رح نذكر عن انتقال القمر لبرج الثور فاليوم القمر في برج الحمل في منزلة البطين هي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة الثلاثة وسبع دقائق بعد العصر من عصر يوم الأحد لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر زي ما حكينا هو في برج الحمل وتأثير القمر لما بيكون في برج الحمل زي ما ذكرنا يوم أمس طبعا التأثير بيكون على جميع الأبراج يعني هذا الصفة والسمى الغالبة بتكون على الأبراج جميعا إنه في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ونكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على طرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وإدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما طبعا الحدث اللي رح يصير اليوم هو في أول ساعات ما بعد منتصف الليل اللي هي ساعة ثنتين ودقيقة صباحا رح ينتقل كوكب الزهرة من برج الثور لبرج الجوزاء وهذا رح يكون في تمام ساعة ثنتين ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يمكث فيه يعني الزهرة رح يمكث في الجوزاء لغاية ساعات ما بعد ظهر يوم اثنين ستة بيشعروا موليد برج الجوزاء بتحسن بيطرأ على مظهرهم والشخصية وبقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لهم بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية الأخرى زي الميزان والدلو والنارية زي الحمل والأسد والقوس كذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولاته كوكب الزهرة في برج الجوزاء طبعا اللي بنولد والزهرة بتكون في الجوزاء بيكون عاطفيا ولكنه بيجد صعوبة في التركيز على عاطفته على شخص معين يعني ممكن يحب أكثر من شخص في نفس الوقت لوجود الزهرة في برج الجوزاء تغيير إيجابي على كافة موليد الأبراج ولكن في مجالات متغيرة على حسب البرج طبعا بالنسبة لبرج الحمل بيستفيدوا في مسائل إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات وتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران أمور إلها علاقة بالإلكترونيات إلها علاقة بالسيارات إلها علاقة برضو بالأشخاص اللي بيشتغلوا بالتجارة برضو هدولا بيستفيدوا بالنسبة لبرج الثور طبعا هاي الفترة بتركز على المكاسب المالية اللي بتيجي عادة أرباح من عمل إضافي مستردات أموال إلكو بتستردوها ممكن ديون تحاولوا أنك تجدولوها بالفترة هاي أو تجدوا حلول لإلها أما بالنسبة لبرج الجوزاء فهي بتعطي فرصة عاطفية ومالية والاهتمام بالنواحي الفنية ممكن ارتباط تعزز الحب عندهم ممكن أي شيء له علاقة بأبناء بحمل بولادي بأشياء من هذا النوع أما بالنسبة لبرج السرطان فهي بتتعاملهم مع مؤسسات أو شركات كبيرة يا عمل جديد يا ترقي يا أما بتفتح لهم مجالات جديدة أما بالنسبة لبرج الأسد فهي بتعزيز العلاقات الاجتماعية وصداقات جديدة أو تطوير علاقة اجتماعية معينة يعني الوضع الاجتماعي أو النشاط الاجتماعي هو اللي بكون من خلاله المكاسب أو مكاسب بالوضع الاجتماعي أما بالنسبة للعذراء طبعا بتكون في مجال العمل العمل بكل أنواعه ممكن عمل جديد مع رؤساء بالعمل ممكن تطوير عمل أرباح في عمل معين ينطرح عليهم عمل جديد يعني كلها في هاي المجالات أما بالنسبة للميزان فهي في أمور لها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات مع أجانب أو خارج البلاد قضايا قضائية بتطلع الحكم إلهم أو بتكون القضايا لصالحهم بالفترة هاي بالنسبة لبرج العقرب على أموال بتيجي دائما من شراكة أو تعويض أو ميراث أو أشياء لها علاقة بشيء قديم ديون قديمة معدومة كانت وممكن تسترد بالفترة هاي بالنسبة لبرج القوس الشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية أمور لها علاقة بالزواج لها علاقة بالأزواج أو مصالحات أما بالنسبة للجدي فهي بتركز على العمل وإنجاز بعض الأعمال الصعبة أو مكافأة بتيجي عن طريق عمل وبرضو إشيء له علاقة بالصحة يعني ممكن أنهم يستفيدوا صحيا أو يجدوا علاج لمرض معين أو يتشافوا من مرض معين ولكن بدهم ينتبهوا على شغلة بسيطة هي طبعا بسيطة للذكور ولكن للإناث مش بسيطة اللي هي ارتفاع الوزن لأنه في الفترة هاي في قابلية لارتفاع الوزن بتصير بشكل كبير أما بالنسبة للدلو طبعا تعطيهم حظ عاطفي ومالي وفرصة للحمل برضو للنساء اللي عندهم مشاكل بالحمل بيقدروا بالفترة هاي يأخذوا علاجات إلها أو يباشروا إذا هم حابين يصير عندهم حمل أو مولود جديد الفترة هاي هي أفضل فترة لإجراء الفحصات أو إتمام علاج أو الأمور اللازمة لأمور الحمل وبرضو لخطبة أو زواج أو ارتباط برضو الفترة هاي ممتازة أما بالنسبة لبرج الحوت فهي استفادة بتيجي في أمور إلها علاقة بالعقارات بالأراضي الأمور العائلية بتنحل مشاكل عائلية ممكن فرحة جديدة تصير في العائلة تطمئنه من شيء له علاقة بالعائلة يعني كل شيء له علاقة بالعائلة والعقارات والبيوت والمنازل هي الاستفادة رح تكون على هذا المجل أما بالنسبة للزوايا أول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وخمسة عشر دقيقة مساء بتدفع بعض الأشخاص لتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وتسعة واربعين دقيقة مساء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار ببدأ مع آخر زاوية تشكلت اللي ذكرناها قبل شوي خلو المسار هو سلبي بيبدأ ساعة عشرة وتسعة واربعين دقيقة مساء وبينتهي في تمام الساعة إحدى عش وخمس واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني مدة خلو المسار ساعة وهاي الفترة لا تعني أو هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إتمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 وخمس واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بصير انتقل واستقر في برج الثور عشان هيك يعني حلقة الغد بتكون قبل بكثير عند غروب الشمس احنا منبثة فعشان هيك بكون حديثنا بكرة عن الانتقال وعن التوقعات لما بصير القمر موجود في برج الثور وبما أنه القمر رح ينتقل وصير في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 12 وخمسة بيبدأ في تمام الساعة 12 و23 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد الظهر يعني مدته تقريبا بحدود العشرين دقيقة لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 31 و37 دقيقة صباحا ويصبح 28 يوم نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 منتحسة بنسبة 40% القمر في الحمل ينتقل للثور ورح بعد استقراره بالثور رح يفضل فيه إلى يوم 12 5 هو سعيد بنسبة 20% اليوم أما بالنسبة العطارد في الجوزاء حتى يوم 29 5 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الثور وبدأت تنتقل للجوزاء زي ما حكينا ورح تمكث فيه لغاية 2 6 منتحس بنسبة 15% أما بالنسبة للمريخ في السرطان حتى يوم 11 6 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13 5 بعدين بنتقل طبعا رح ينتقل لبرج الحوت رح نحكي عنها في يومها سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحال في الدلو حتى يوم 23 5 منتحس بنسبة 10% أورونس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت حتى يوم 25 6 سعيد بنسبة 15% وبلوته في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقة ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم وبتهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة أو انطلاقة لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك مهما كان برج الثور يوم أخير بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وتيرة الحياة بشكل كبير بتتأخر مشاريعك وربما تلغى اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك أو من أي أمر بدك تعمله لأنه ممكن تتفاجأ انه ممكن يلتغى أو يتأجل أو ممكن يصير فيه سوء تفاهم طبعا هو اليوم وبكرة ان شاء الله القمر بوصل عندك الأجواء كلها تتعوض برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا والضرورية اليوم لأنه بكرة القمر رح يصير في برج الثور بيت متاعبك فعشان هيك هذا الاشي رح يعطل عليك كثير من الأمور برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شي إنك تهدئ من روعك هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك لأنه الفترة هاي ما انتعارف هذا بيت السمعة لا يوم وبعدها الأجواء بتتحسن أكثر بس أهم شي إنه اليوم تدير بالك برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة ببحث عن موضوع علمي هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة تحديدا بتنجح بالترويج لعملك ولا كسب الدعم والتأييد أهم 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 أنك بالفرصة اللي لإلها لإلها علاقة بالشراكة برج الميزان برج الميزان الحادث والأعداء لأنه في هاي الفترة دائما بكونوا كثر أو الأمور اللي بتستفزك بتكون كثيرة وإنت عندك قابلية للعصبية بسبب أن الطاقتك بتكون ضعيفة عشان هيك يحاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاء وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات يبتكثر النشاطات وربما إنك يعني تشعر شوي ببعض التعب حاول إنك تهتم بعملك وتهتم بصحتك وحاول إنك يعني ما تتغيب عن عملك أو تهمل بعملك في الفترة هاي لأنه شوي أنت بحاجة للأمرين العملي والصحي برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة أمورك بشكل جيد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة اللي اليوم رح تكون عندك ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق أو خبر ممكن يزعجك أو شيء ممكن هيك يلفت نظرك اليوم يوترك فحاول إنك تضبط أعصابك برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات منكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم من شيء إنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط اليوم بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة عندها قدرة عالية جداً اليوم لا يصال أي معلومة أو يصال أي فكرة وبرضو بدك تستفيد إن الزهرة برضو بدها تنتقل فالفترة القادمة هاي بتحملك بعض الأمور المميزة فلازم تركز عليها بشكل جيد برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن حد يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سر ويلعب قريب دور مهم بتهتم بقضية شراكة أو عمل اليوم رح تركز عليها ممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم بالأولويات المالية اليوم رح تجد بعض الحلول أو التسويات أو ينطرح موضوع العلاقة بحل مسألة كانت صعبة أو أرقيتك بالفترة الماضية حاول أنك أنت تستغل الفرصة هاي وهاي بداية الخير يعني اللي جاي إن شاء الله أحسن بكثير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء